الاهلي من ناحية تانية مازال غائب عن الدوري يعني ست مباراة حتى الآن عنده مباراةين في أفريقيا وربعض شباب رزداد وبعد كده مديامة بس الاهلي هو الأكثر استقرام بين كل الأندية تحديدة اللي بتنافس على لقب الدوري وعنده عمق كبير في قائمة فريقه مع إضافة مهاجم آخر كمان ووسامة أبو علي وعمر كمال عبدالواحد الفرقة تقريبا شبهة مكتملة حتى مع الإصابات العديدة في الفرقة بس عنده عدد كبير جدا من الإصابات وعنده عمق كبير في الإصابات يعني بيبعد 11 لعيب تقريبا من الإصابات للنادي الأهلي فده رخم كبير جدا بس إعرضها شباب قائمة الأهلي المطش شباب بالزداد وريك القائمة حتى مع كل الإصابات دي هتلاقي أسماء عادي جدا انت النهاردة النادي الزمالك والنادي الأهلي الأندية الكبيرة عما بتيجي تجيب لعيبة كلها من الليفل بتاعها اللي هي تقدر تلعب تحت الضغوط تقدر تلعب تحت أي ظروف تقدر تلعب تحت أي غيابات بتحصل أو أي إصابات بتحصل بص بعد إذنك قائمة النادي الأهلي حسن المرمى في الجام محمد شدناه ومصطفى شبير وحمز علامة مصطفى مخلوف الدفاع بقى وصف في مين؟ هاني وأكرم توفيب علي معلوله كريم الدبيس عبد المنع مياسر وربيعة وفي الوسط فيه السلية وندفد ومروان وإمام وقفشة وطاهر وحسين كريم وأنطوني مودست وكهربة في الهجوب تشكيلة برده ما فيش مركز ناقص كمان باستثناء طبعا ربنا يوفى مصطفى شبير بإذن نافهم برقاط شباب برزداد التأثير الأكبر أكيد غياب محمد الشناوي بس بغير كده حتى اللي غيبين مش هتفتكر كم اسم غيب واللي موجود دوت كويس جدا لأنه هو أما بيجي النادي الأهلي أما بيجي يجيب العيبة بتاعته بيختار بلجنة كور بيختار بمعايير بيختار بمقاييس معينة فأي لعيب بيخش يل باستشارة النادي الأهلي تبع هذه المعايير فالمعايير اللي كلها هتلاقي كلهم بلا استثناء قريبين من بعض الفروق الفردية ما بين اللعيبة مش هتلاقيها فيها فروقات كبيرة جدا بعكس الأندية الأخرى اللي موجودة في الدور المصري فكل ده بيديك دايما أن أنت ما بتشوف أي لعيب غيب من النادي الأهلي هتلاقي في الآخر في البديل اللي شكله بالزبط أو على أقل هيبقى أقل منه درجة قريبة فكل العوامل دي بتخليش فيه فروق كبيرة في تيم النادي الأهلي فهيقدر النادي الأهلي أن يحقق نتائج إيجابية في الممارات القادمة في بطورة أفريقيا لا يقدر طبعا مع شفاء بولزاد هو عمدية يقدر المعمديين حظه حلوة لحظه وحش أنه كل ما ييجي يركب في حرص المرمى النادي الأهلي يروح في الموباليات في منتهى الصعوبة دايما بداياته صعبة حظه حلو مش وحش طبعا لأن الفرص في مركز حرص المرمى دي قليلة جدا يا كريم مش أي حد بيعرف يجي لفرصة كابتن شوبر نفسه قبل مصطفى شوبر اتسمى بلقب أيوب الكرة المصرية من كتر صبره وقعدته على الدكة لكابتن إكرامل وكابتن سابط البطن لحد ما جات له الفرصة وهو في عمر 28 سنة فاتسمى بأيوب الكرة المصرية نهاردة ما بتيجي الفرصة لمصطفى شوبر في الوقت ده وفي بطولة كبيرة زي بطولة أفريق يطمتشين مهمين للنادي الأهلي لأنه نهاردة ممكن يكون صاحب بصمة كبيرة وليه كلمة كبيرة جدا أنه يكون حارس من ضمنه حراس مرمى منتخب مصر الأول فدي كلها اللي هتتوقف عليها شخصية مصطفى شوبر وهو بيدير المبريات عنده تعملت مع مصطفى شوبر عنده الشخصية دي جدا شخصيته كويسة جدا من أفضل الشخصيات العقلانية عنده سابط فعالي عالي جدا بيشتغل كويس برجليب بيشتغل كويس ساعة ثلاث خشبات هو عنده ضغوط اسم كابتن شوبر عليه عمله ضغوط كبيرة جدا وهو بيلعب طبعا بعيدا عن لأنه أنا شفته في المبارات قبل كده مع النادي الأهلي في أفريقيا وفي وسط الساد قاهرة والساد مريان لأن كان يعني بيقدب بسببتن فعالي كبير جدا وبيقدب شغل كبير يقدر أنه هو يحقق لنفسه مكاسب كبيرة في مركز عرص المرمى النادي الأهلي ويكون واحد من العناصر اللي ممكن تكون لها كلمة في الفترة القادمة في المنتخب مصر الأول يقدر بسهولة جدا والفرصة دلوقتي متاحة بالنسبة لي عظيم